الله على رسول الله بسم الله نبدأ حلقهنا تاني يوم امام ساحة وراح خبط على تسنيم تسنيم امي الله عشان الصلاة هروح صحي اميرة ومريم تكوني امتي ولا انت حرة المايا لساعة بتنادي عليك حاضر ها امهو وامام خبط بالراحة على اميرة ومريم بس ما فيش رض اميرة ام انت والبت المعتولة دي انا مش هصحي حد وامام فتحي الباب انت يا بيت امي ومريم ولا هنا ولا هنا دي واحدة اخد شوم على رأسها امي يا بيت استغفر الله على الاستفزاز مريم لو ما امتيش هجب ميا ساعة طيب ربنا يعينك بايا امام انا ماشي خر يا بيت انا صحي القتلة دي الوحدي وامام راح جاب ازازة ميا ساعة ورش حبت ميا على مريم ومريم قامت نفزوها فيه فيه ايه اللي جاب البحر هنا وامام واقف ومش قادر يمسك نفسه من ضحكة على شكلها امي يا اختي عشان تصلي خمس خمس زي بس وهقو ولا خمس سوانا حتى امي يا بيت بدل ما يقب عليك الازازة كلها الله يكون فعون اللي هيتجوزك ايه ده ام داليا ليه وقالت ليه ربنا يرزوك بأحلى ورق بنت في الدنيا امي يا اختي انت هتقولي ليه امي يا بيت وقامت وعدت على السرير طب نواني العكاس بتاعي وامام ادالها العكاس وراح يشوف تسنيم لا بقى وانا لقيها منين ولا منين تسنيم امي حاضر امي يا تسنيم بدل ما يجيلك انت كمان وتسنيم قامت وفتحت الباب بكسل صباح الخير يا حبيبي وانت من اهل وامام دحك عليها وعلى شكلها ولاحظ انها خرجة بشعرها وزق تسنيم جوه وقفل الباب تسنيم امي بس فوق كده وقف خمارك وتسنيم بدأت فوق حاضر اروح اشوف القتلة اللي جوه دي صيحة ولا لسه نمهت ايه الاوي الله المستعان وكل واحد صلى في مكانه وايجا وقت صلاة الفجر احمد صحة وعمم محمد صحة انا نازل يا امام عشان اقزن ربنا يعينك يا حجوج وانا اروح مع بابا عايز حاجة تسلم يا ابو احمد عايز سلامتك على فكرة انا وبابا كلمنا الراجل وهننقل عفش النهاردة باذن الله تمام ربنا يجعلها عتبت خير عليك يا احمد امين انا حاول اطلع بدل من الشغل واجه عشان نفرشها سوا جامل يا امام اوي وانا اروح اشقر على المصنع واجعل اطول ربنا يأويكم يا حبيبي يلا بنا يا ابو احمد يلا بنا يا حج وعم محمد واحمد نزله وامام فضل علشان يصلي بتسنيم والبنات جماعة وتسنيم خلصت وجات قاعدت جنبه بس عمالة بصليه وغصب عنها شكله هو والبنت ايجاب بالها وعنيها دمعت وامام بص لها بحزن لانه عارف ان الموضوع صعب وهي خدوة بتفكر في ايه وتسنيم حاولك تكون طبيعية ولا حاجة عادي تسنيم نعم وامام قرب منها ومسك ايديها انا مش عايزك تباني قوية انا عايزك تقولي كل في قلبك انا موجود هنا عشان اسمعك عشان لما تتعبي تهرب في حضنك قولي يا روح قلبي مالك وتسنيم بصت لي ودموعها في عينيها مش قادرة مش قادرة انسان منظر مش قادرة ايه دي انا جنبك ومعاك وملكك انت وبس وانت الوحيدة اللي لك الحق انك تقربي مني وتلمسيني بس في واحدة لمسي تكجيري وشاركتني فيه مفيش حد يقدر يشاركك فيه انا ملكك انت وبس سمعني بس الموضوع صعب لا يا حبيبتي انت مش غلطانة وانا عارف ان الموضوع صعب ربنا يقويكي بس عايز اقولك حاجة طول ما لو انت في بينا ثقة وتفاهم محدش هيقدر يفرقن عن بعض ابدا وامام لسه هيرود مريم جاد ابي الازان اذن يلا عشان نصلي مرحب مرحب ايه هو انت مش بتوافع العرسان ليه ندمها بيلتس يا بنتي والله لسانك ده اللي هيودك في ده يا معلاش ناد اختك جاية ايه هو انت حفلة التخرج بتاعتك امتى ولا عرف واحدة في كلية هندسة وما تعرفش هتتخرج امتى صبرني يا رب ما تدعيش على نفسك بس ادى على نفسي ازاي يعني بتدع ان ربنا يخليك صبار الصبار وحش على فكرة وبيشوي وتسنيم قاعدة وهتموت من الداح امي يا ماريا من قدامي امي اذا انت بيت مستفزة تسلم يا ابي ربنا يحفظك ويطول في عمرك وتفضل دايما كده هو تمدح فيها وفي صفاتي الحلوة برده ده شيء طبيعي وامام حدفها بالمخدة بتاعت الانت ريه امي يا بيت من هنا بدل ما تاخد الشهادة بتاعتك من العناية المركزة هو انتو حاجزين تذكرة هنا كل ما تكلم حد يقول لي عناية مركزة واميرا جات على صوت امام ما تتعبش نفسك معها دي لوح تلج متحرق والله دمها خفيف قوي يا اميرا والله انت اللي عسل وتسنيم اتكسفت وسكتت حبيبتي يا سيمو روحي الهة الجبر يا بعيدة زي ما بتقبري بخطري كمان شوية وتقعد تشحتي في السيدة زينة حبيبي يا ابي دايما مقدر مواهبي وبتشجعني اوه لا كده كتير انا هقوم وتسنيم مسيكت فيه رايح فين يا امام يلا علشان نصلي تؤمر يا حبيبي يعني يعني واميرا خفتتها ابتدي بقى حاضر هنصلي ولا ايه استغفر الله شوفتي يا ابي بخليك تاخد حسنات ازاي للحاجة الاعدة اللي بتعمليها وقامه وصله وامام كان امامهم وخلصو صلاة ابيا سكرة وتسنيم جزة على سنانها وإمام لاحظها خير ممكن تتكلم عن فضل الصدقة وتسنين بصت ليه أي أمام يا ريت وإمام بص لها بحب حاضر بس يلا كل واحدة زي الشطورة كده تقول الأسكار وتقرأ صفحتين من القرآن الكريم حاضر يا أبي بس ممكن تقول لنا أسكار وصان الرسول صلى الله عليه وسلم بها يا ريت يا أمام حاضر يا حبيبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطياه وإن كانت مثل ذبذ البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانك من أعطك أربعة أنفس من ولد إسماعيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمان مسك إيه التسنيم وكالعادة سبح على إيدها واستخج التسنيم ومريم بصت لهم واتمنت إن ربنا يرزقها واحد زي إمان في طبته وحنيته وإمانه ودعت ربنا يحفظهم ويحميهم لبعض وأميرة لحظت أختها فقربت منها هيجي هو مين اللي يساعدك ويخطف قلبك ومريم بتغير الموضوع يا باشا محدش يقدر يخطفني أحوك جامد برضو ما تغيرش الموضوع يا مريم انت عايزة توصل للايه يا أميرة وافق على عرساني حبيبتي نفس أفرح بيك لما ربنا يريد وبعدين انت هتفرح بي يا قرية إيه في حال؟ لا ساب وأميرة خبطتها انت يا بيت؟ تخرج يا أميرة إيه دبت إيه لأوي؟ فكرت ما تفقريش التفكير بيتعب الدماء أنا غلطانة انت ماينفعش الكلام معاك علشان أنا أمر والأمر محدش يكلمه غير علشان يمدح فيه أنا غلطانة واستهل الضرب اقرأي اخلاصي وأميرة بصت في المصحف وكذلك الأمر مريم وخلصه وإمان بدأ يتكلم معه بصوا يا حبيبي مش كلنا نفس المستوى في المعيشة أو التفكير وربنا طبعا لحكمة في كده أولا علشان نساعد بعض ونكون إيد وحدة والغاني يدي الفقير أما بالنسبة للتفكير عشان العالم ينصح الجاهل ويكسب في سواب نجي بقى للصدقة ونعرف تعريف الشارع تعريف الصدقة لغة بأنها المال أو الطعام أو اللباس وغيره الذي يعطى إلى الفقير ونحوه تقربا إلى الله تعالى أما الصلاحا فهي إخراج المال في سبيل الله تعالى تقربا إليه والعطية التي يبتغى بها الأجر والثواب من الله عز وجل هو الصدقات المالية كالطعام واللباس وتزديد الفواتير عن المحتاجين وبناء المساجد والمنشآت المفيدة للمجتمع والثاني هو الصدقات المعنوية كالتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من فضل الله تعالى على عباده بأن جعلها متاحة للناس فيستطيعها كل أحد منه ده غير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبده رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق طمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تقولي يا أمام أيات من القرآن عن الصدقة؟ أكيد طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عبة أنبتت سبع سنابل كمثل عبة أنبتت سبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع وعليم وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس وقال تعالى ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا صدق الله العظيم أبي ممكن تقول لي فضل الصدقة أكيد طبعا فضائل وفوائد الصدقة فضائل الصدقة كثيرة جدا وكلها تعود بالخير والأجر العظيم على صاحبها ومن الفضائل هذه محو الذنوب والمعاصي الوقاية من نار جهنم دواء للأمراض البدنية والقلبية دفع المصائب والابتلاءات دعاء الملائكة للمتصدق البرقة في الأموال طمأنينة القلب وانشراح الصدر تطهير المال من ما يصيبه من اللغو والكذب والحلف والغفلة مضعفة الأجر والثواب والحسنات أول مرة البدت دي تقول حاجة صح يعني ما كانتش سألت ما كناش عارفنا ما هو كده الجامد ما بيحكيش عن جامدان والتسنيم ضحكت عليهم وإمام غصب عنه ضحك عليها والتسنيم قربت من إمام وهمست في ودنه